موسيقى مساء الخير و اهلا وسهلا بحضراتكم في حالة جديدة من بنامج اخر الاسبوع النهاردة طبعا احنا شايفين المنطقة مشتعلة و شايفين تحديات كثيرة جدا انا عايزين نتكلم عنها لكن انا عايز ابدأ الحلقة النهاردة بالكلام حوالين موضوع اه مهمة بالنسبة لنا و موضوع مش جديد هو موضوع التعليم وسبب ان انا عايز اتكلم فيه اني اه يعني اطلعت على احصائيات الاسبوع اللي فات يعني ما كانتش مفاجأة بالنسبة لي لكن شكلت صدمة وحب برضو ان انا اشاركوا فيها على اساس ان انتو تقدروا اه يعني تدركوا حجم المأساة اللي احنا بنعيشها فيما يتعلق بملف التعليم ايام الدراسة في السنة في الدول المختلفة طبعا لما قولك ايام الدراسة قد ايه دي بتكشف لي حاجات كتير بتكشف لي كم التعليم جودة التعليم الفرص المتاحة للتعلم بالنسبة ليه الناشق والشباب لما لاقي ان الصين 260 يوم في السنة المكسيكو اليابان 200 يوم استراليا 196 يوم نيوزلندا وهولندا 195 ألمانيا 193 الأردن 192 بريطانيا 190 يوم اسرائيل 183 يوم مصر 118 يوم طبعا انا لو قرنت مصر بالصين هتبقى يعني هو كبيرة أكتر من الضعف لما اتكلم ان الصين العام الدراسي 260 يوم ومصر 118 يوم وقرن نفسي بالصين دي الصين دي بعيدة شوية الأردن الدولة المجورة 192 يوم اسرائيل 183 يوم طبعا الكلام حوالين الأيام الدراسية أو أيام الدراسة في المدارس وبالطبع في الجامعات ده زي ما قلت لحضراتكم في البداية بيكشف لي لأي حد فرص التعليم الجيد كما وكيفا متاحة للطالب يعني أولا كم التعليم اللي ممكن ياخده في المية و 18 يوم قد إيه جودة التعليم ده قد إيه الفرص المتاحة قدام الطالب إنه هو يتعرف على جوانم مختلفة للتنشئة والعملية التعليمية متاح ليه قد إيه ممارسة الرياضة ممارسة الفن التربية المدنية داخل المدارس قدرته على الانفتاح على المجتمع المحيط به الجمعيات الأهلية منظمات المجتمع المدني الأندية الروابط مشروعات التنمية الطالب ده محتاج تكوين وتنشئة المدرسة مش مكان بس ليه التعلم أو إن أنا أحفظه مناهج واستناها في آخر السنة في الامتحانات ولكن المدرسة مجال التكوين والتنشئة بيتربى فيه على الثقافة الوطنية وبيعرف فيها العلوم ومجتمعه وكيف ينهض بمجتمعه وكيف يتعلم التعايش مع المختلفين معاه ويتعلم الثقافة المشاركة داخل المدرسة والثقافة قبول الآخر والتنوع والاختلاف وإزاي يتعلم نشاط رياضي وإزاي يتعلم نشاط فني المدرسة دي حكة كبيرة إذا أردنا لها أن تكون هكذا مية وطمنتاشر يوم العام الدراسي بكل الدوشة اللي احنا شايفينها غير كافي وأظن إن قطاع كبير جدا من الطلبة بيروح السناتر ويدور على الدروس خصية وحتى المية وطمنتاشر يوم ما هماش فترة كافية لتكوين الطالب داخل المدرسة أنا طبعا يعني أصدت في بداية الحلقة أن أنا أتكلم على الإحصائية دي لأنها فعلا استفزتني يعني لما تشوف إحصائات قدامك كده بمقارنة بين أيام تبص على الصين وتبص على مصر وتسأل نفسك سؤال وإحنا مش عايزين تنمية حقيقية بالتأكيد التنمية دي لها تمن ولها تجهيزات ولها مصار لازم نمشي فيه التعليم هو البداية هو النهاية هو الثقافة هو الوعي هو البناء هو المستقبل فلما نلاقي نفسنا كل العام الدراسي 118 يوم وللاقي العام الدراسي في الصين 260 يوم بالتأكيد المقارنة دي هتبعث في نفوسنا كثير من الشجن ونفكر في حالنا تفكير مختلف نخرج لفاصل ونعود لاستكمال فقرات هذه الحالة بالتأكيد احنا تبعنا افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس وتبعنا الجدل الشديد الذي رافق تلك الصورة القميئة والمشهد الذي اعاد انتاج لوحة العشاء الأخير ليونارد دا فينشي يحيط بهذه اللوحة او في داخل هذه اللوحة مجموعة من المتحولين الجنسية العالم غضب جدا العالم طبعا المؤسسات المسيحية كثير منها غضب ونزل بيانات ومنهم طبعا الكنيسة الابطية وكنائس مصرية اخرى والمجلس كنائس شرق الاوسط الازهر ايضا اصدر بيانا بهذا الشأن هيئات اسلامية اخرى برضو تفاعلت مع هذا الموضوع ورأت ان فيه نوع من انواع الافتقات الديني الشديد لكن انا اللي لفت انتباهي وده الموضوع اللي انا عايز اتكلم مع حضرتكم فيه مجموعة من مدعي الحداثة يعني هما بيتكلموا على الحداثة وبيؤمنوا بيها وبيقولك احنا احنا بتوع الحداثة وبدوع التنمية وبدوع التطوير وبتوع العالم الجديد وبتوع الاختلاف وثقافة التنوع بتشير الى انماط فاسدة من العبادة والممارسات انا بسيط في الكلام اللي كتبوه هؤلاء الذين يدعوا الحداثة على صفحات التواصل الاجتماعي وتعليقاتهم وحبيت افهمهم يعني ايه موقفهم في هذا الخصوص يعني اولا لما اجي اتكلم على الحداثة ده مصطلح فلسفي انا مش عايز اضيع الوقت فيه لكن باختصار شديد يعني نحن نؤمن به بالعكس يعني وندفع عنه ونسعى اليه احنا نتمنى ان يكون المجتمع كله مصقف دافعونا عن المشهد اللي موجود في افتتاح الاليمبيات هذا المشهد الذي قدم فيه مجموعة من المتحولين جدسيا مشهد العشاء الاخير اول مجموعة من هؤلاء المدعين بيقولك السلوحة المقصودة او المشهد المقصود غير لوحة ليونارد دافنشي بالتأكيد يعني الناس لم تاثر او الناس تحتاج بسبب لوحة ليونارد دافنشي في النهاية ده عمل فنان وصار حواليه جدل في التاريخ لكنه عمل فني مبدع يعني عاش قرون طويلة والناس كلها بتتكلم عنه لكن الناس لما صارت واحتجت ما صارتش واحتجت على الاساء الى لوحة ولكن احتجت على الاساء العقيدة من التدليس ان احنا نتكلم على لوحة ونترك العقيدة ومن التدليس ايضا ان احنا نيجي نقول اصل دي حرية فتصبح الاساء للعقيدة حرية رأي وتعبير ويصبح مناقشة الانحراف الاخلاقي في المجتمعات من حول الانسان ده نوع من انواع خلط الاوراق وتدليس الثقافي والفكري الامر التاني جالك بعض الناس اللي انا باعتبرهم زرفاء يعني ناس مدعين لكنهم زرفاء قالك لو سيد المسيح كان موجود كان قعد في وسط هؤلاء المتحولين جنسيا لانه جاء من اجل طلب الناس نية التوب لم قاتي لادعو ابرار بالخطاة الى التوبة فسيد المسيح كان بيقعد مع خطاة وكان يعني هذا مصدر انتقاد من جانب اليهود في ذلك الحين السيد المسيح بالفعل كان بيقعد مع خطاة وكان يسعى الى خلاص او توبة هؤلاء الخطاة ولكن هؤلاء كانوا يعترف انهم خطاة ولكن عندما نقدم مشهد لناس هكذا يدركون هويتهم روحهم وجسدهم وافكارهم على هذا النحو فده بالتأكيد ضد مفهوم الانسان كما ورد في الكتاب المقدس وكما ورد في كل الاديان بالمناسبة حالة من حالات تشويه الانسان جسدا وروحا وعقلا النهاردة الهجمة شديدة جدا على الكيان الانساني على مستوى العالم كله والناس بتضج بانتشار هذه الثقافات واستفحالها في المجتمعات ووصولها الى قاعات الدرس والمدارس وفي كل مكان بدأت الناس تتكلم فيصبح الشخص المؤمن في موضع ان هو يدفع عن نفسه بالتأكيد السيد المسيح بيطلب الناس ان هي تتوب لكن لما الناس نفسها يبقى عندها سعدات تتوب وتعترف ان هي عندها خطية الامر التالت ودول برضو مجموعة من المدعين او الناس الزرافاء برضو يقول لك هو الله محتاج ان احنا ندفع عنه بالتأكيد لا الله يدفع عننا احنا مش محتاج ان احنا ندفع عنه ولكن احنا محتاجين ندفع عن عقيدتنا الناس لما تلاقيهم في مناسبات كثيرة بيدفع عن اراء شخصية ومصالح وانتماءات وعلاقات يعني فمن باب اولى ايمانك وعقيدتك عندما تهم بهذه الطريقة انت محتاج ان انت تقول ان هذا الموقف خطأ اذا كن احنا بنقبل الاختلاف على المستوى الثقافي فمن باب اولى تحترم عقائد الناس الحداثة لا تعني ان احنا ننتزع الامان من قلوب الناس لا تعني ان احنا نهين العقائد لا تعني ان احنا نهين معتقدات الناس المختلفة بل على عكس احنا بنرجو دائما الناس انه يبعى عندها رصيد روحي او ثقافة روحية او انتماء روحي في حياتها فنحن عندما نسجل موقف تجاه ما حدث هذا الموقف ليس دفاعا عن الله ولكنه دفاعا عما نؤمن نحن به فريق رابع من هؤلاء المدعين هل مشهد يهز الايمان المسيحي على هذه الطريقة بالتأكيد لا ولكن هذا المشهد يتطلب ان نسجل استياء عليه فالاستياء ليس خوفا على لا المسيحية لانها مرت بتجارب كثيرة جدا واحنا عارفين مرت قرون طويلة من عصور الاستشهاد الى عصور كثيرة مظلمة الى تحديات كثيرة ولا تزال باقي يبقى اذا ليس مشهد ولا موقف ولا فكرة هتهز الايمان ولكن نحن نحتاج دائما اذا وجدنا ما يخالف ما نعتقد فيه ان احنا نسجل موقف انا بستغرب ان في ناس بتدافع عن مشاهد بهذا المعنى وبستغرب اكتر ان اللي ايهم بيعتقدوا ان ده جزء من التطور والتقدم وحول الانسان والحداثة ابعد ما يكون عن هذا احنا لازم يبقى لنا موقف واضح ليس فقط ازاء الاساء للمسيحية ولكن الاساء لأي معتقد ديني او ايمان للناس لان في الاول وفي الاخر لابد ان احنا نكون على ثقة وعلى يقين ان القيم الانسانية الايجابية والقيم الاخلاقية عندما يؤمن بها الناس بالتأكيد هيكون ده لصالح بناء المجتمعات ولصالح التنمية ولصالح خير هذه المجتمعات وشعور الانسان بالتضامن وبالنزع الانسانية عندما تسود المجتمعات بالتأكيد المشهد استنفر قطاعات واسعة جدا من العالم كله واحنا شفنا ردود الافعال المختلفة وده شيء ايجابي وبدأ ناس كتير بيكلموا على ان احنا فعلا وفيه مصقفين في اوروبا حقيقيين يعني روان روان ويليام مثلا اثقف كانتر بيري الاسبق له كتابات بيكلم على ماذا حدث في اوروبا والثقافة المادية والاستهلاكية والاباحية الموجودة كيف مش نالت بس من الايمان الديني ولكنها نالت ايضا من انسانية الانسان في هذه المجتمعات فطبعا هذا الحوار الثقافي والفكري والفلسفي مطلوب وما حدث في افتتاح الاولمبيات اظن ان هيكون ليه تأثير اوسع على اعادة قراءة المثقف والمتفاعل في اوروبا لما يجري داخل المجتمع الاوروبي من افكار ومعتقدات وتحولات حتى يدرك على وجه اليقين ماذا يحدث في هذه المجتمعات ويلى اين تتجه نخرج لفاصل وهنرجع ايضا نواصل الكلام في هذا الموضوع ولكن من زاوية اخرى موسيقى موسيقى مقال ملهم جدا ويعني يحمل افكار تدعو للمناقشة كتبوا الاستاذ هشام النجار وهو باحث متخصص في الشأن الاسلامي ويكتب كلاما نقدية مهما في نقد الحركات والتشكيلات والتنظيمات الاسلامية يوم واحد اغسطس نشرت جريدة العرب وهي من الجرائد التي تنشر اراء فكرية مهمة مقالا بعنوان البكاء على سمعة المسيح وسمعة الاسلام المنسية هو بيكلم المقال ده اللي كتبوا زي ما قلت لحضراتكم الاستاذ شام النجار عما حدث في افتتاح الاليمبيات والبيان الذي اصدره اتحاد علماء المسلمين اتحاد علماء المسلمين هو مرجع الاخوان المسلمين الفقه فالبيان بيعبر عن الاخوان بصورة او باخرى بل بالعكس يعني هو يكاد يكون دي المرجعية الفكرية بالنسبة له البيان بيقول لك ايه نقدا لما حدث في مشهد ما يقارب لوحة العشاء الاخير التي مسلها او كان فيها مجموعة من المتحولين جنسيا زي ما اتكلمنا في الفقرة الماضية بيقول لك يمثل انحضارا اخلاقيا غير مسبوك وتعديا سافرا على القيم الروحية والمبادئ الانسانية وعلى مشاعر جميع المؤمنين بالله ورسل الاستاذ هشام النجار بيعلق تعليق مهم جدا على هذا البيان البيان مطول انا جيت لكم منه فقرة بيقول لك تباك البيان على سمعة المسيح في حين لم يبزل علمائه يقصد اتحاد علماء المسلمين جهدا يذكر في ازالة معادات المسيحية المقال ده لفت انتباهي او ذكرني بقضية اساسية عايزين يعني نتذكرها ونتكلم فيها اللي هو يجي يكلمك يقول لك يعني هم زعلانين على الاساءة للسيد المسيح ولكنهم هم بيسيقوا للمسيحيين دي مفاش مشكلة بالنسبة له ذكرني ده من حوالي يعني يمكن حوالي عشرين سنة مش متذكر بالصوت التاريخ كان قدست البابا الراحل شنودة الثالث كان في زيارة البريطانيا واتذكر في وقتها انه في مطار هيثرو طلب منه احد المسؤولين على الامن هناك انه يمر عبر بوابة الكشف الامني ودي زعل بعض الناس وحتى يعني اللقابات هناك يحتاج لدى الحكومة البريطانية انا متذكر حاجة بالمعنى ده لكن اللي اللي لفت انتباهي ان بعض الابواق او المنابر الاسلامية هنا في مصر عادة تتكلم على الموضوع ده تقولك يعني دي اهانة كبيرة جدا ونحن لا نقبل هذا طيب كويس يعني دي مفوش مشكلة طيب انتو الانتفاض والانتفاضة من اجل الدفاع عن السيد المسيح في حين الاساءة للمسيحيين انا اتذكر لو انا بصيت على الجانب الفقهي للاخوان المسلمين هللاقيه كله كان يعني ملغوما بشدة تجاه المختلف دينيا يعني في رسائل الامام حسن البن يقولك احرص ان لا يقع قرش في يدي غير مسلم يعني ما تعملش مع حد اصلا غير مسلم عنده كمان فتوى اخرى نشرها او نشرتها مجلة الدعوة عام 1980 بيتكلم على حكم بناء الكنيس في ضر الاسلام قالك البلاد التي فتحها المسلمون عنوة تهدم فيها جميع الكنيس وكتب بلقسين اسكندري البلاد التي فتحت صلحا يجوز الابقاء ويجوز الهدم قال لا يجري ترميمها بيتكلم على القاهرة القديمة او قاهرة وسط القاهرة اما البلاد التي استحدثها المسلمون فهو مثل السادس من اكتوبر والعشر من رمضان واي للحاجات دي نصا فلا يجوز بناء كنائس فيها على الاطلاق دا دا كلام يطلق يطلق تماما معه ان يقولك احنا بندافع عن السيد المسيح ولكن بنسيل المسيحيين وممارسطهم لعبادتهم وعقف فض اعتصامي ربعة والنهضة احنا شفنا ان تم حرق والاعتداء على نحو تسعين مبنى كنسي ما بين كنيسة ومبنى ملحق انا اقدر افسر دا ازاي فضو ان حد بيقولك يعني الدفاع والتباكي على المسيح في حين حرق الكنائس استهداف المسيحيين التحريط ضدهم ممارسة العنف تجاههم كل دي امور مقبولة بالنسبة له لكن هو يهم ان احنا نسيء الى المسيح بالفعل نحن جميعا حريصين على عدم الاساءة للسيد المسيح وعدم الاساءة لاي رمز ديني لكن المسألة الاخرى منين او كيف افسر ان تكون مدافعا عن السيد المسيح في حين انت تسيء الى اتباعه او من يؤمنون به تناقض خطير مش مفهوم لما تتكلم عن جماعة اسمت وفرزت البلد دينيا يعني اوسعت الى الفرز هذا الديني هناك اغلبية مسلمة هناك اقلية قبطية والاقلية تغدع الاغلبية والاقلية تأخذ اكثر من حقوقها والاخر هذا الكلام هل هذا في النهاية يتماشى مع صورة الدفاع عن صورة السيد المسيح بالتأكيد العبارة المهمة جدا اللي قالها الاستاذ عشام النجار ملفتة ان علمائه لم يبزلوا جهدا هو بتكلم على علماء التحاد علماء المسلمين في ازالة معادات المسيحية فيصبح هذا البيان الذي صدر ليس الا محاولة لتبييد وجوههم ولكنه لا يعبر عن موقف حقيقي ولا منطلق حقيقي ولا ايمان حقيقي باهمية التسامح والمواطنة وخبول الاخر في المجتمعات نخرج لفاصل ونعود لاستكمال فقرات هذه الحلقة موسيقى شياعة اليوم جنازة اسماعيل هنية القيادي في حركة حماس الفلسطيني الذي اغتيل في مكان ضيافته في العاصمة الايرانية تهرار طبعا الموضوع بقاله اكتر من يوم وفيه جدل كبير جدا ونقاشات ومساجلات على وسائل الاعلام حول ماذا حدث وكيف حدث لان المسألة خطيرة بالفعل طبعا اصابع الاتهام اتجت الى اسرائيل وان كان في البداية قالوا ان الحادث كان باطلاق صاروخ على مقر اقامته الذي يغضع بالكامل الى حماية من الحرس الثوري الايراني ودي مسألة علي علامة استفاد ثم بعد ذلك قيل ان الاختيال تم باسلوب اخر وهو زرع عبوات ناسفة في الغرفة الذي كان يقيم بها او في مقر اقامته المباشرة طيب اولا احنا عايزين نبدأ الاول قبل ما نتكلم شوية عن ما حدث في ايران نتكلم على ان فكرة ان اسرائيل بتستهدف من خلال الاختيالات ان هي بتصفي كوادر من حركات الاسلامية التي تنصبها العداء وبتعتبر ده جزء من الحرب الدائرة بينهم واكثر من ذلك انه غير مكلف بالنسبة لها مثل الحرب العادية يعني الحرب العادية بيقصف اماكن بيدرب مدنيين والعالم كله بيشكيها بيدمر بنية اساسية والعالم كله بيتكلم عنها فيصبح البديل انه يوجع اعداءه وخصومه من خلال استهداف القيادات اللي موجودة فيها وطبعا اسرائيل بتبعت رسائل مختلفة من خلال عمليات الاختيالات اللي بتقوم بيها انها تستطيع ان تطول خصومة في اي مكان يتواجدوا فيها بما في ذلك في قلب طهران طبعا رسالة خطيرة وهنتكلم عنها دلوقتي النهاردة مثلا اعلنت اسرائيل عن واعلنت كمان حماس ان مقتل اتنين في المكتب السياسي وثلاثة من الجناح العسكري في قصف احد الانفاق لو رجعنا لليومين ثلاثة اللي فاتوا اسرائيل قصفت الضحية الجنوبية في بيروت ودي ضحية شيعية وتقع بالكامل تحت سيطرة حزب الله قصفت مبنى مما ادى الى مقتل فؤاد شكر او ما يطلق عليه الحج محسن وهو قيادة مهمة جدا في حزب الله اللبنان ما ذكرته اسرائيل انها فعلت ذلك ردا على الهجوم الصاروخي الحدث على مجد الشمس في الجولان واللي ادى الى مقتل اتناشر طفل وناش اسرائيلي من جراء ذلك حزب الله نفأ ان يكون ضالعا في هذه العملية ولكن اسرائيل بتقول ان حزب الله ضالعا وان الصاروخ الذي استخدم هو ايراني وذكرت ان فؤاد شكر هو من قام بالتخطيط الى هذه العملية الى هذه العملية نتذكر نائب هنية نفسه صالح العروري الذي استهدفته وقتلته اسرائيل في بيروت اليوم اعلنت ايضا اسرائيل او امس اعلنت عن مقتل قيادة مهم جدا في حماس محمد الضيف في خان يونس يوم 13 يوليو الماضي في قصف للمكان اللي موجود فيه وان كانت حتى هذه اللحظة حماس لم تقر بذلك او لم تؤكد ذلك طبعا سلسلة اختيالات وما ننساش ما حدث في ابريل الماضي اللي هو استهداف الكنسولية الايرانية في دمشق وقتل عدد من القادة العسكريين الايرانيين خلال هذا الاجتماع وردت ايران الرد اللي احنا عارفينه وفاكرينه كويس ان اطلقت مسيرات وصواريخ على اسرائيل لم تتسبب في اي خسائل لا مادية ولا بشارية طبعا مشهد اختيال اسماعيل هنية في ايران بهذه الطريقة مشهد خطير جدا معناها ان اسرائيل ترسل رسالة مباشرة الى غريمها الرئيسة في المنطقة اللي هي ايران ان ايران مكشوفة امنيا امامها وانها تستطيع ان تصل الى اكثر الاماكن امنا وتحصينا بالنسبة لها وهي الاماكن الخاضعة مباشرة لحماية لحماية الحرس السوري الايران مسألة خطيرة واذا صدقت رواية النيورك تايمز النهاردة واللي اكدها موقع اكسوس ان هناك متفجرات زرعت منذ اسابيع او شهور داخل الغرفة وتم تفجير عن بعد عندما استقر اسماعيل هنية في غرفته ليلة اختياله وتم هذا الساعة اتنين مساء او اتنين فجرا يعني بس احنا محتاجين يتذكر شوية ان اسرائيل قامت بعمليات اغتيال كثيرة داخل ايران وفي شوارع طهران في فترات متبعدة واستهدفت علماء نووين يعني مثلا على سبيل المثال في نوفمبر عام عشرين عشرين محسن فخر الدين زاد واحد من علماء النووين اللي بيسهموا في تطوير البدنامج النووي الايران تعرض للاختيال عن طريق سلاح موجه من بعض ده كان في قلب طهران حدثة تانية سنة 2010 ناس كانت اتنين على دراجة بخارية استهدفوا اتنين من العلماء ايضا الايرانيين اللي بيتوروا البرنامج النووي بينهم مسافة وفاصل زمني واحدهم القتل والاخر اصيب في حدود علمية ايضا قتل اتنين برضو على دراجة بخارية كولونيل حسن صياد احد قيادات الحرس الثوري بالقرب من منزله في طهران بالطبع اسرائيل لا تعلم مسؤولية عن هذه الاختيالات ولكن يعني على الاقل الاختيال الاخير اللي انا بتكلم عليه رئيس وزراء اسرائيل السابق نفتالي بنت اعلن مسؤولية اسرائيل او ان الموساد قام بهذا الاختيال في كل الاحوال ده معناه خطير بالنسبة لايران ان اسرائيل تستطيع ان تصل الى قلب ايران صحيح اسرائيل بتصل الى قلب بيروت تصل الى دمشق تصل طبعا للاراضي الفلسطينية المحتلة لكن ان تصل الى قلب ايران فدي مسألة معقدة شوية يعني معناها ان ايران هذا النمر المتضخم جدا يعني عسكريا والذي يخشى منه في المنطقة او يصور هكذا من خلال ازرعه المختلفة والميليشيات التابعة عليه مكشوف هذا الكشف الامني الخطير بالنسبة لاسرائيل بل الحدثة كما صورت غريبة جدا برضو يعني كان هناك قيادة فلسطينية من حركة الجهاد الاسلامي في القضل لجنبه ولكن الاستهداف كان موجه لهنية فقط يعني معناها ان هناك قدرة على توجيه سلاح الاختيال بدقة شديدة دون احداث خسائر كبرى واستهداف الشخصيات المطلوبة رغم ان اسماعيل هنية نفسه دخل وخرج من ايران عدة مرات وظل ورحل المكان اللي كان اختيل فيه ده كان مكان اقامته لما كان بيروح ايران وبالرغم من هذا استطاعت اسرائيل ان تصل اليه وتقوم بهذه العملية وتختار تختاله دون ان تسبب خسائر كبيرة سواء في المبنى اللي موجود اولا ايران ما خرجتش صورة واحدة للمبنى حتى لا يعرف الطريقة التي تمت بها هذه العملية ولكن نيويورك تايمز بتقول انها شاهدت او تحتب او في حوزاتها صور للمبنى تفيد ان ما تم او التكنيك الذي اتبع في الاختيال هو كان التفجير وليس اطلق صاروخ لان اطلق صاروخ معناها انه يحدث ضمار اكبر في المبنى وقد يمتد المباني المحيطة بها طبعا الناس كلها بتتكلم على التداعيات طب ايه اللي هيحصل التقديرات المخابرات الامريكية اللي منشورة النهاردة في وسائل الاعلام المختلفة ان ايران هترد وايران توعدت وتوعدت بقوة واضح كمان تشعر باهانة شديدة لان ده حدث في حفل تنصيب الرئيس جديد فالرسالة يعني مزدوجة رسالة الرئيس الجديد ورسالة لايران ورسالة لحلفاء ايران في المنطقة يعني مسألة معقدة جدا هل ايران هترد ردا موجعا بالنسبة لإسرائيل اختلف توجهات النظر فيه وجهة نظر بتقولك لا مش هتعمل كده لان في كل المنعطفات السابقة لم تفعل ايران شيئا يذكر لايلام اسرائيل لانها تخشى من رد فعل اسرائيل ممكن ينجم عنه تدمير البرنامج النووي الايراني بالكامل ونتذكر ان في العملية الاخيرة اللي ضربت فيها اسرائيل اصفهان لم تستهدف المنشآت النووية عن قصد يعني استهدفت بعض المنشآت العسكرية الاخرى فدي نقطة هل حزب الله سيلجأ العملية نوعية ضخمة في موجود اسرائيل قد يكون السمن فادحا وهو تدمير حزب الله ذاته صحيح اسرائيل سينولها قدر كبير جدا من الاعتداء في هذا الصدد يعني هتتوجع من اي عملية كبرى لحزب الله بالتأكيد ولكن في المقابل قد نرى مشهد اقرب الى غزة بمعنى ان حماس مفيش حماس يبقى مفيش حزب الله وقد يمتد الامر الى لبنان الكيان اللبناني واحنا عارفين كم المشكلات السياسية والامنية والاقتصادية اللي بتعاني منها لبنان هل طبيعة الرد هتبقى زي ابريل رد ابريل كده اطلاق مجموعة من السواريخ والمصيرات التي لا تحدث تأثيرا ضخما ما حدش عارف هل احنا هنشوف يعني حالة من الصراع المحكم والمتفق على حجم رد الفعل الايراني تجاه ما حدث هنشوف لان فيه تقديرات في بداية يعني اغتيال هنية توقعت ان احنا مقدمين على حرب شاملة في المنطق لا اظن ان ايران عايز حرب شاملة ولا اظن اسرائيل كمان عايز حرب شاملة ولا الولايات المتحدة تريد حرب شاملة لكن الولايات المتحدة عزيزة التوجود على العسكري خلال ال24 ساعة حرك بعض القطع العسكرية وبعض المعدات والمنشآت العسكرية سواء في شرق المتوسط او البحر الاحمر او في قواعدها في الخليج يعني اذا هناك ادراك ان ايران ممكن تقوم بعمل ما لاستعادة كرامتها لان المسألة يتعلق بكرامة ايران مباشرة يعني ما حدث هو شيء بالفعل يعني مسيء جدا لايران وصورتها في المنطقة وعلاقتها كمان بشركاء مختلفين داخل المنطقة وعلى مستوى العالم اسماعيل هنية كان يعني يقيم في قطر ودفن النهاردة في قطر وكان يذهب الى تركيا وكان يذهب الى ايران لكن طبعا لم يكن واضح ان اسرائيل وجدت او هكذا ظهر ان ايران هي الضلع الضعيف في هذه المعادلة الامنية يعني لم تفعل اسرائيل ذلك في قطر ولم تفعل ذلك في تركيا ربما لعدم استطاعتها ذلك او هناك حسابات معقدة جدا لهذا العمل ولكنها اتجهت الى ان تفعل ذلك في ايران الحليف الرئيسي لحماس والتي تتهم اسرائيل بشكل مباشر انها كانت وراء التخطيط وتدعيم القدرات العسكرية الحماس للقيام بعملية 7 اكتوبر الماضي يبقى اذا احنا منتكلم على مشهد مختلف وعلاقة صراعية مختلفة ما بين اسرائيل وما بين ايران وبالطبع الولايات المتحدة لا يسابدة عن ذلك الولايات المتحدة قالت لك احنا ليس لنا علم بعملية اختيال اسماعيل هنين لم نطلع عليها ولم تعلمنا اسرائيل بالامر وان كانت بعض المصادر الاعلامية الامريكية قالت ان اسرائيل بعد انتهاء العملية احاطت الولايات المتحدة وبعض الاصدقاء الاوروبيين بالنسبة لها بمجريات الامور وتطورات الاحداث بشأن هذا الموضوع طبعا مصر موقفها موقف مهم جدا تجاه هذا الامر اصدرت طبعا مصر بيان واضح جدا انها ضد سياسة الاختيالات وضد ان تجر الاحداث المنطقة الى حرب شاملة وتدعو المجتمع الدول يتحمل مسؤوليته لانها الحرب في غزة واعادة ترتيب الاوضاع في المنطقة على نحو لا يسمح بالانفجار طبعا دائما ابدا الموقف المصري بيبقى يعني بيتجاوز تفاصيل الاحداث اللي بينظر الى الصورة الشاملة وطبيعة العلاقات داخل المنطقة والنظرة الاستراتيجية الاوسع لما يحدث داخل منطقة الشرق الاوسع طبعا العالم عمال بينتظر وبينتظر ماذا سيحدث الايام المقبلة وكيف سترد ايران وكيف سيرد حزب الله حزب الله عنده طار مع اسرائيل بخصوص فؤاد شكر الذي يعني قتل في الضحية الجنوبية وهو احد الازرع الرئيسية الحسن نصر زعيم حزب الله وايضا هو احد ازرع ايران كحزب الله في المنطقة فهو ايضا مرتبط بصورة او باخرى تجاه اختيال اسماعيل هنية في قلب طهران يعني طبعا المسألة معقدة جدا وسنرى الى اين ستتجي المنطقة خلال الايام المقبلة نخرج لفاصل ونعود لاستئناف فقرات هذه الحلقة من اغتيال اسماعيل هنية الى محاولة اغتيال الفريق اول عفتاح البرهان في السودان انا عندي بلحظة عامة قبل ما تكلم عن الشأن السوداني ان طبعا طبيعة الاحداث في المنطقة والحرب في غزة وما يرافقها من احداث مختلفة ودخول ايران على الخط وسخونة الاوضاع في المنطقة ادى الى تواري المشهد السوداني بعض الشيء يعني ما بيحتلش نفس الاهتمام المفهود يستحقه رغم خطورة هذا المشهد اه عربيا وافريقيا وعالميا خلال اه المشاركة في حفلة لتخريج مجموعة من الضباط من الكليا الحربية في شرق السودان تعرض الحفل الى هجوم بطائرة مصيرة كانت تستهدف الفريق عفتاح البرهان وقتل فيها حوالي خمسة اشخاص ولكنه نجى من محاولة الاختيال طبعا اصابع الاتهام تجدت مباشرتنا لقوات الدعم السريع اللي هي في حالة صراع عسكري مع الجيش السوداني منذ 15 ابريل عام 2023 لأسباب كتير اولا لانها بتستخدم طائرات مصيرة للهجوم على القواعد العسكري الامر التاني ان اكتر من مرة الى استهداف القيادات العسكرية زي الفريق البرهان والفريق سرعطة وغيرهم يعني ان انها قد يكون لها مصلحة في استهداف الرؤوس الجيش السوداني الذي يخد هذه الحرب ضد قوات الدعم السريع او ان هما الاتنين بيحربوا بعض مصادر في قوات الدعم السريع نفت علاقتها بمحاولة الاختيال في رأي اخر بيقولك ان هناك عناصر كامنة لقوات الدعم السريع داخل الجيش السوداني قامت بالموضوع ده لان المسيارة ممكن تكون اطلقت من مكان قريب وقوات الدعم السريع مش قريبة قوي رأي تاني بيقولك ان فيه عناصر محسوبة على النظام السابق اي نظام الرئيس المخلوع البشير دي موجودة داخل الجيش السوداني وهي من مصلحتها تأجيج الصراع واستمرار هذا الصراع ولا تريد ان تنجح اي جهود للسلام ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فربما اتجهت الى هذا العمل او محاولة الاختيال محدش عارف على وجه اليقين والتكاهنات والاخبار كثيرة لكن الرأي الاقرب هو طبعا ان الطرف الاساسي في الصراع الاخر هو قوات الدعم السريع وهي التي تستخدم الطائرات المسيارة في الهجوم على قواعد العسكرية طبعا الموضوع ده جيه في وقت حساس جدا للغاية لان هناك جهود بتقودها الولايات المتحدة لتنظيم محادثات سلام في جينيف منتصف شهر اغسطس الجاري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع احنا عارفين كان فيه جهود قبل كده كانت في الرياض او في جدة وفي اماكن ومحادثات اخر لكن ما جابتش نتيجة اليوم الولايات المتحدة دخلت على الخط في هذا الموضوع احنا طبعا مش عارفين على وجه اليقين هل هتنعقد هذه المحادثات ام لا ولا سيما ان المواقف احيانا بيبقى فيها تصريحات متنقدة وغير واضحة لكن طبعا مؤكد يعني قد تستخدم الولايات المتحدة ضغطها من اجل اتمام هذه المحادثات ولا سيما ان الجيش السوداني في وقت من الوقت كان يتحدث عن ان لابد من انسحاب قوات الدعم السريع من المدن التي يسيطر عليها زي الخرطوم وكردفان وغيرهم قبل الشروع او الانخراط في محادثات مباشرة بين الطرفين على النحو المتصور في جينيف فطبعا جاءت محاولة الاغتيال دي بتعطي مساحة اكثر للمخاوف بتدي انزار اكتر الى تدهور الاوضاع في السودان وهي متدهورة بالفعل احنا عارفين دايما موقف مصر مع وحدة واستقرار السودان مع انهاء القتال مع وجود حكومة مستقرة في السودان تدير احواله وتبعد عنه شبح الحرب الاحصاءات اللي موجودة عن الاوضاع الصحية والغذائية في السودان مرعبة يعني منظمة الصحة العالمية في تقرير ليها امس بعد حوالي خمستاشر شهر من اندلاع القتال بتتكلم ان المرافق الصحية في اماكن النزاع او القتال تمانين في المية منها وقف اما لان مفيش تجهيزات او مفيش امدادات طبية او مفيش اطقم طبية او هي نفسها الاماكن الطبية دي مستهدفة في القتال عدد النازحين منذ بداية الصراع داخل السودان حوالي 13 مليون وخارج السودان في دول مجورة زي مصر واتشاد وصل لتنين وثلاتة من عشرة مليون شخص امراض زي الكوليرا والملاريا يعني اخذها في الانتشار حوالي 25 مليون سوداني يعانون من انعدام الامن الغذائي رقم كبير كرسة انسانية بيقدرها البعض منها من اسوأ الكوارث الانسانية في العالم وبالرغم من هذا القتال مستمر وممتد ومتشعب وادنا شايفين ان في محاولات الاختيال زي ما قلنا في اغتيال اسماعيل هنية واغتيال ناس ايضا من حركات فلسطينية او من حزب الله مصر عموما موقفها ضد سياسة الاختيالات لان دا بيعزز من الصراع وعدم الاستقرار في المجتمعات وبيقلل كمان من فرص ان يكون هناك حوار جدي للخروج من دائرة العنف ومحاولة ارساء جزور علاقات تقوم على السلام والحكم الرشيد داخل المجتمعات استمرار العنف وتحوله نوعيا والدخول في سياسات او سياسة الاختيالات المختلفة سواء كان لقيادات او لا افراد كل دا ليس في صالح انهاء الصراعات داخل المنطقة واحنا شايفين الصراعات كل يوم بتاخد ابعاد اكتر وبتتوسع اكتر ومقاسيها بتزيد اكتر واظن ان المشهد في السودان لا يقل لخطورة عن مشاهد اخرى سواء كان في غزة او في لبنان او في اماكن اخرى بل بالعكس هو اكثر خطورة لان نخشى في لحظة من اللحظات ان نجد دولة عربية وافريقية مهمة زي السودان تفككت بما يصعب اعادة بناءها وتكوينها مرة اخرى نخرج لفاصل ونعود لاستكمال فقرات هذه الحلقة في الحديث النفسي اللي بيبقى في الختام كل حلقة النهاردة اخترت ان انا اتكلم مع حضراتكم في موضوع الشخصية المستهترة احنا بتشوف ناس كتير مستهترين في حياتنا يعني اما في اجواء الاسرة او في العلاقات الاجتماعية او في الشغل او في اماكن احنا نتعامل فيها مع الناس بتلاقي شخص غير مبالي غير مسؤول غير مهتم لا يمكن الاعتماد عليه تتفق معه على حاجة ما ينفذهاش تتوقع انه يعمل حاجة ما يعملهاش فدي كلها من الامور اللي بتصيب احيانا الشخص بالاحباط وبتدفعه كمان الى خلافات مع الاشخاص الاخرين اللي هما ما بيقدروش مستوى الجدية اللي هو موجود عليها ايه دي المشكلة لما انت تبقى جد وتتعامل مع شخص مستهتر تصبح هناك مشكلة الشخص المستهتر ده يعني بيتشكل نتيجة عوامل كتير من انه وهو صغير يعني متدلع وكل حاجة بيطلبها بيجيله ف بيتعود على الاستهتار او انه بيلجأ للاستهتار كاسلوب ينسى به الامور يعني في واحد احيانا ان يحب ينسى مشاكله فياخده باستخفاف وياخد الحياة باستخفاف وميركسه ويطنش نوع تاني مهمل بطبعه يعني لا بيعرف راتب احواله ولا شؤونه وتلاقيه دايما انه هو متأخر عن موعيده متأخر عن التزاماته وتلاقيه دايما مهمل حتى في لبسه في ترتيب حياته فطبعا دي كلها عوامل بتؤدي الى الشخصية المستهترة طبعا احنا اتعامل معه ازاي اول حاجة لازم احسسه دايما بالمسؤولية واقوله مش مش كويس بالنسبة لك ان الناس تصفك ان انت مستهتر انت لازم تكون في عيون الناس على قد المسؤولية لان الاستغطار ده هيضعف من علاقاتك الاجتماعية ويضعف ايضا من وجودك في عملك الناس دايما تحب تتعامل مع شخص تصخ في كلامه يعتمد عليه فلما تتعامل مع شخص مستهتر اللي هو بيقدر كلامه ولا تصرفاته بتعكس المسؤولية فطبيعي انه علاقاته تبقى بالناس سلبية جدا الامر التاني ناقش معه افعاله المستهتر وخصوصا لو كان في اجواء الاسرة يعني قل له قل له الاستغطار ده هيؤدي بك لمشاكل اكتر حاول ان انت دايما تكلمه مش بمنطق الزجر والزعيق والمشاكل لا بمنطق النصح والحديث معه دايما الامر التاني مفيش واحد يخلو من مواهب يعني فيش واحد يخلو من اشياء ايجابية في حياته حاول انك تختار حاجة هو بيحبها وتدفعه انه هو يستمر فيها ويعملها لما يعملها مرة واتنين ويحس ان الجدية في التعامل في حاجة هو بيحبها هتنجحه اكتر فهبص تلاقي ان الجدية تبدأ تنطبع على كل تصرفاته حافظ على هدوءك وما يخلوكش يستفزك واحيانا كتير لما تلاقيه هو مستهتر معاك تعامل معه بلا مبالا فدي هتضايقه فتقوله كما انت بتتعامل في امورك او امور الحياة بلا مبالا الناس برضو لم تكون على مستوى الجدية في التعامل معاك الشخص المستهتر دايما زي الطفل الزغير تعامل معه بالثواب والعقاب وخصوصا اذا كان في دائرة العمل الانسان ممكن ما يتعلمش بالنصائح ولكن يتعلم بالثواب والعقاب يتعلم اذا شعر ان هناك خطورة على حياته او على وظيفته او على دوره في المجتمع احنا برضو دايما بنحاول نحن ننظر نظرة ايجابية لهذا الشخص فبنحاول ان دايما نحوله من الاستهتار الى المسئولية وده هيتم ازاي ان انا اديله دايما مسئوليات متدرجة يعني ما ينفعش ان انا اعتمنه على عمل كبير فما يعملوش فيغزلني فتصبح مشكلة كبيرة اطلب منه حاجات زغيرة لما ينجح فيها نكبر شوية المطالب بتاعتنا او نطلب منه حاجات اكتر شوية اذا نجح فيها نتدرج لاعلى حتى يتحول بمرور الوقت او خلال التجربة والعمل والتراكم في العمل الى شخصية ملتزمة او مسئولة اكثر منه شخص مستهتر طبعا الشخص المستهتر ده متعب جدا ودايما لو تعامل مع شخص ايجابي تبقى مشكلة لكن احنا دايما من خلال الافكار اللي احنا بنقشها في هذه الحلقة وحلقات اخرى ايضا بنقش فيها انماط الشخصية المختلفة بنحاول ان احنا نحط ايدينا على حلول عملية في التعامل مع الناس اللي ممكن يكونوا مختلفين معانا او يشكلونا مشكلة في المحيط اللي احنا موجودين فيه احنا كده خلصنا النصيحة او الحديث النفسي اللي هو الخاص بكل مرة وبقى ان ننهي هذه الحلقة بالمقولة اللي احنا معتدين ان احنا ننهي بيها الحلقة كل اسبوع من اخر الاسبوع اخترت النهاردة مقولة لأحد الشخصيات ربما مش معروف مش معروفة ايه امريكية اسمها روزان كاش موسيقية لكن عجبني المقولة اللي هي بتقولها جدا بتقول مفتاح التغيير هو التخلص من الخوف فوقات كتير الخوف بيعطلنا عن حاجات كتير جدا واخطر حاجة بيعطلنا عنها ان احنا نتغير فيه ناس بتخاف من الفكر الجديد او موضوع جديد فيه ناس بتخاف من الاستمتاع بالحياة عندها واجس دايما ومخاوف ايه اللي هيحصل ويه اللي راح ويه اللي يجيه فيه ناس دايما خايفة وعندها خوف هاجسي بتفضل تخاف من كل حاجة تفكر دايما بقلق وخوف في المستقبل في بكرة ايه اللي هيحصل ولو رجعت بزينها الورا شوية هتلاقي ان هي كان عندها مخاوف والمخاوف دي ما حصلتش او ما تحققش لكن العقل متعود ان هو يخاف فيه ناس بتخاف من التجربة والمحاولة فعشان كده روزان كاش بتقول لنا مفتاح التغيير هو التخلص من الخوف الخوف لا يمنع ان خطر يحدث الخوف يمنع من الاستمتاع بالحياة فلابد ان احنا نتخلص فعلا من الخوف لما نتخلص من الخوف هنحرر العقل فالعقل يقدر يفكر بانفتاح اكتر لكن لو هنفضل خايفين من كل حاجة خايفين من الجديد خايفين من التغيير خايفين من محاولة ان انا اغير من حياتي اخاف من اي محاولة اغير فيها من طريقتي او اسلوبي او ان انا اكتسب افكار جديدة او اروح عمل جديد او موقف جديد هذا الخوف سيظل سجن كبير احنا عايشين فيه ومحتاجين ان احنا نحطم القيود عشان نتحرر من الخوف الذي يعتبر العدو الاساسي لاي شخص احنا كده وصلنا لختام هذه الحلقة اتمنى لكم عطلة نهاية اسبوع سعيدة والغاية ما شوفكم الاسبوع الجاي لكم مني اقرق التحيات اشتركوا في القناة